أكدت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع أن توجهات القيادة السياسية تؤكدوا على ضرورة تحسين المناخ الاستثماري من خلال توسعة نشاط القطاع الصناعي جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزيرة بمجلس الوزراء وشددت الوزيرة على أنه تم البت في طلبات تخصيص الأراضي الصناعية وأضافت الوزيرة أنه تم إنشاء وحدة لدراسة مشاكل المستثمرين خلصت هذه اللجنة أن أنا عندي مئة إجراء لو أنا عملتهم هذه الإجراءات تحفز مناخ الصناع جبنا الإجراءات دي وصنفناها لقينا أنهم في 47 إجراء قصير المدى 35 إجراء متوسط المدى و18 طويل المدى تدينا أن نشتغل على هذه الإجراءات نوسعها على الوزرات والهيئات المختصة اجتماعات بشكل مستمر نشوف إيه الإجراءات اللي ممكن تخلص بسرعة إيه الإجراءات اللي محتاجة إجراءات أخرى محتاجة تنسيق